اشتركوا في القناة 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 ولو بعد حين الناس فهم يا دكتورة ان حدد ربنا النهاردة وانا مظلوم يبقى لازم اخر النهارة ابن ينام يكون جاني خبر انه انشلت او حد مش عارف عمل ايه يبقى تاني يوم مات سنت ربنا مش كده واللي ما كانش حدها يظلم ما كانش حدها تمادى في الظلم ربنا بيمهل للظالم حتى اذا اخداه لم يفلت وفرعو النموذج وموسى عليه السلام مع ضعفه بن كسين المادي مش المعنوي المعنوي ربنا معاه واللي ربنا معاه محدش ابدا طبعا فمن عليه ايوة فمدام ربنا معاه خلاص خلصت المسألة فمن حيث الكوة المعنوية يشعر بالكوة المعنوية لكن الكوة المادية لأ القوم نفسهم قوم موسى لما خرجوا معاه وقال لهم ان شاء الله هننجو لقوا البحر هايج ولقوا فرعون وراهم قالوا اننا لمدركون ساعة قال لهم كلا ابعد قولوا كده ان معي ربي سيهدين فكانت النتيجة ربنا نصر ونصر ما كانش حد يتخيله ولا يتصوره شق له البحر طبعا معجزة عظيمة جدا ليه ولمن معه وفي نفس الوقت البحر اللي نشق عشان نكون نجاه لموسى هو نفسه اللي يكون سبب لاغرق فرعود لاغرق فرعود فهي كده النار اللي تحرق تصبح برد وسلام على إبراهيم يعني عايزين نتعامل بهذه الثقة مع إيماننا بربنا سبحانه وتعالى أنا مظلوم عارف انه هنتصر امتى يجي الناس ليش بتاعتي ما اشترسش على ربنا لكني بقى فيه يقين هيجي امتى مش بتاعتي ازاي انا مش هامل على ربنا برضو ازاي هو قدر سبحانه وتعالى وهو اقدر على كل شيء فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولذلك سيدنا وصالح لما لقى اليهود لما راح المدينة ولقى اليهود بيصوموا اليوم ده هو عارف لانه كان بيصوموا اصلا في كريش كريش كان بتعظم اليوم ده ايوة كانت سنة عندهم كده بيعظموا هذا اليوم فالنبي السلام بيقولهم انت بتصوموا اليوم ده ليه هو النبي عارف بس عز ياخد منهم الكلام قالوا هذا يوم صالح انجى الله تعالى فيه موسى ومن معه من فرعون ومن معه فقال نحن احق واولى بموسى منكم يا سيدتي احنا الامة الاسلامية احنا بنمثل التعليم بنمثل العملات التعليمية في نهايته في مرحلته النهائية البشرية كلها مرت بكيجي وان وتو مرت بابتدائي من عنده واحد لستة مرت باعداده ثانوي برضو ستة تانيين يعني اتناشر فصل دراسي او اتناشر جليد زي ما بيسموهم احنا بقى امة التخرج احنا امة التخرج حضرتك وفعلا ربنا قالكم انتم خيرا امة الاخرجة اشوف التعبير سبحان الله الهام من ربنا نكتبه لي كده فعلا احنا امة التخرج وعلى فكرة المناهج التعليمية اللي درسها بتاع كيجي ودرسها بتاع ابتدائي واعداده الثانوي ما تتعارضش مع الجامعة هي بتأسس ليها ايه كذلك كل الانبياء أسسوا البعض مهماش بدعة وبالتالي لما سيدنا موسى سيدنا محمد يتذكر ان جاء الله لموسى ماهو ده كان مرحلة قبلي ده اخويا فيقوم يفرح بسيدنا موسى وقول احنا اولى بموسى منكم ليه اولى بموسى منكم لان اليهود في التوئيد ده كانوا حرفوا كتابهم وما كانوش مؤمنين بموسى الايمان الحقيقي ومش موحدين الله سبحانه وتعالى التوحيد لربنا اراده موحدين بسيدنا محمد اللي بشر بسيدنا موسى طبعا والطوران نفسها الحقيقية لو الطوران في ايدهم حقيقية كانت بشر بسيدنا محمد وهجذا الطوران والانجيل مش بس الطوران وبالتالي اقول بان سيدنا النبي لما يقول انا اولى واحق بموسى منكم ده كلام حقيقي فامر بصيامه على سبيل الند لان رمضان هو الفرض نعم وبعدين لماذا بقى لم يصم الا عشراء ست سبع تمن سنين كمان نتغفاه الله اه ليه حضرتك عشان اليهود يقوله علن الله الى قابل عشان اليهود يقوله اهو زينا هو الراجل بعظم اليوم اللي كان فيه موسى فمنعون من عقلنا ونسلم فلما ايس من هذا قال لهم لا خلفوهم بقى هما بيصم يوم واحد سموا انتوا اتنين سمي قابل اه بعد بازبوط الله يباركلك بقى عندي ثلاث حضرتك او اربع درجات اربع درجات درجة العليا ان اصم تسوعا اللي هو ان شاء الله بكرك وان شاء الله طيبا ان شاء الله حدك طيبا جمعة اصم تسوعا وعشورة والحد عشر يبقى جمعة وسبت وحد اهو احنا ان شاء الله نعمل كده الدرجة التانية ان ما قدرتش اصم التلاتة اصم اتنين يبقى جمعة وسبت نعم ما قدرتش اصم الجمعة فا اصم السبت والحد اه طب ما قدرتش على دهوا اصم السبت بس لاش تيجي حد بن كسين يقول لي طب ينفع يا مولانا اصم السبت منفردا الاصل لا لا السبت منفرد ولا الجمعة منفرد ولا الحد منفرد لكن يجوز ان نصوم احد هذه الامن سبب اما يكون في سبب ما يجراش حاجة اه وبالتالي من لم يستطع ان يصوم سوى يوم عشوراء فقط لوهم وفي السبت اهلا وسهلا ودعين هنا واكد على المهمة جدا جدا احنا مش بنصوم عشورة عشان استشهد فيها سيدنا عم الحسين عشورة بتمثل بالنسبة لنا انتصار سيدنا موسى عليه السلام على فرعون على فرعون ونصرة ربنا لي وفي نفس الوقت بنتذكر استشهاد سيدنا الحسين ونؤمن كويس او بان المبادئ يجب ان نضحي لها اللي عمله سيدنا الإمام الحسين سيدنا الإمام الحسين حضرني يا مولانا انا كنت في الكويت ولقيت الناس زي ما بيقطعوا نفسهم مش عافية وبيشروا دم الكلام ده طبعا ما انزل الله بيه من سلطان ده نقلنا الى الجروح والألام اللي بتحصل دي ان احنا نعمل احنا بقى كمسلمين حاجة تانية اخواص احنا عندنا مستشفى صرحة طب كبير جدا زي مستشفى البرو والتقوى في يوم زي يوم عشراء هم بيجرحوا نفسهم وبيقزوا نفسهم لا احنا هنداوي الجرحة وانداوي المرضى وهنداوي المتألمين من خلال الصرح اللي بتقيمه جمعية البرو والتقوى في ضميات وهو المستشفى اللي تحت التأسيس دلوقتي تقول ايه في هذه الذكرى لكل من يتصدق لهذه المستشفى في الذكرى الخاصة بيوم عشراء هقول اللي حددك قلتيه من شوية ان في ايام دهدكم لنفحات ألا فتعرضوا لها ما يبقى يوم عشراء يوم صالح اذا ما هواش بس صيام فممكن اعمل صيام ممكن اعمل صدقة ممكن اعمل تطوع باي شكل من الاشكال ربنا يقدرنا عليه فاللي قادر يعمل صدقة اللي قادر يطلع جزء من ماله ربنا يا رب يتقبل منه يحط في هذا الصرح حد يقول لهو الف جنيه ولا الفين ولا تلاتة ولا حتى عشر علمية هتعمل ايه مع صرح كبير زي ده احنا عندنا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو كم يفحص قطاع مش هيكف حاجة فحط ولو طوب يتقبل منك وتصبح هذه صدقة جارية عنك وعن اهل بيتك وعن حتى امواتك عن صحيتك صحيتك فمن اجود انواع الصدقات بناء البنايات الثابتة الباقية مثل هذه البنايات مش بس جامع لا مستشفى كمان قد تكون اهم من الجامع في هذه المرحلة جوامل حملة كتيرة مش بنقلل من كومة الجامع والانسان يستطيع ان يصلي في بيته او يصلي مع اهل بيته جماعة اذا تعذر الموقف ودولتي كانت المساجد مغلقة لكن المستشفىات لا تغلق لا واضيف الدهب انت كنا على بلد زي مصر حضرتك فيها ما تجاوز 120 الف مسجد وزاوية يعني رقم مش موجود بلد الالف مأزانة ده كان زمان القاهرة القاهرة كانت الف مأزانة ده كان زمان دلوقتي حنتكلم على عشرات الالف في القاهرة والالف في المحافظات الاخرى اذا احنا وصلنا الرقم مش موجود حتى في كل اوطاننا العربية تقريبا يعني المجموع بتاعه ايه وبالتالي اقول لما يبقى عندنا بقى النهاردة بتاعدى مستشفى عندنا حاجة تانية نوجفها ابواب الخير مجرش حاجة ابدا وانا في يوم الايام وانا وكيل وزارة جاني خبر كده من جريدة الاهرام انه بيقولوا 25 مسجد في قرية ومدرسة واحدة فيه خلل طبعا فيه خلل ما هي القرية كبيرة تحتاج 25 جامع يبقى محتاجين 5-6 مدارس صح يا اما القرية صغيرة مش محتاج غير مدرسة واحدة مش محتاج 25 جامع صح الله فاحنا عزين توازن تقييم بقى لما يكون الواحد ماسك يعني من قولي الامر لما يكون الماسك المسئولية يبقى فعلا تصنيف الكفاية والفرد صحيح يعني انا عندي حاجة دلوقتي اصبحت فرد ان انا اتصدق لها يعني يعني فرد يصل اللي فرد العين كمان العين نعم انه ده بقى فرد عين لان دلوقتي احنا فعلا نسبة الناس اللي توفت من الكورونا والفيروسات اللي موجودة ده بقى شيء صحب قوي وعايزين نأكد على الحاجة مهمة قوي 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 الدول العظمى نفسها ضاقت ضرعا امام هذا الوباء نعم ما قدرتش الوحدة هتقوم بالموضوع بتتكلم على امريكا بتكلم على بريطانيا بتتكلم على اوروبا نطبع يعني عندنا مشكلات كبيرة صحية ظهرت وعجز عجز هذه الدول العظمى فما بنى بدول زينا هو الحملة اللي بنحاول بنعمل فشيء طبيعي لازم المؤسسات المدنية زي البر والتقوى يبقى لها دور واحنا ندعم هذه المؤسسات عدة مرات ان زمان الامة الاسلامية نهرت بالوقف اللي وصلك الجاري السادق الجارية سبحانه الله المستشفيات الطرق المدارس الجامعات المساجد كل كل هذه المشاريع الخدمية في المجتمع الاسلامي كانت قائمة على الوقف ده كانوا قادهم كانوا اتراك وكانوا مش مصريين حتى ده لحد دولتي يقولك اصلا جدي عنده وقف وناخد منه فلوس مش عارفة ايه الوقف الوقف اصل السيما بتميز المسلمين بتميز المسلمين واقف شيء لله سبحانه وتعالى طبعا وهي النهاردة اللي بتاخد المرادف لها الصدق الجاري يعني المرادف لكلمة الوقف هي الصدق الجاري نعم والتنين معناهم واحد طيب بالنسبة للمستشفى هل يجوز ان انا اخد من زكاتي اللي حال عليها الحول في هذه الايام وحطها في المستشفى ولا لازم تبقى فلوس صدقة بس لا التداوي النهاردة ووسائل التداوي بنتكلم على مريض هيكشف بنتكلم على دو هيصرفه بعملية هتتعامل بنتكلم على مكان هيعالج هذا المريض ويستشفى فيه وهيتعامل بالتأكيد خير مش هيبقى بفلوس طبعا مش استثمار وبناء عليه الواجب هنا ان يكون زكاة المال توضع في هذا المشروع ما فيش اشكالية لان انا بدأوا مريض فقير مسكين او عابر سبيل انا بتخدم عدة محافظات خمس محافظات مكان استراتيجي جدا فتبقى عابر سبيل وينفع فيها كمان سهم في سبيل الله فتتكمع على ثلاث أسهم تجوز في هذا الأمر صادقة جارية فقراء مساكين ابن سبيه فكل ده ينفع حتى من زكاة المال تنفع كمان يتبقى صادقة جارية لوالد او والده ده من باب أولى ما هو ما نفعت فيه الزكاة تجوز فيه الصادقة الجارية ده من باب أولى انه ما ينفعش لما حط الزكاة بتاعتي أقول عليها كمان صادقة جارية ينفعش حد يقول هدفع عشر تلاف جنيه زكاة من علي وخلوهم كمان صادقة جارية لا مفيش نيتين نزود نزود الصادقة الجارية الوحدة الصادقة الجارية تعمل بقى أكتر مني لكن الزكاة ده حق فقير ياخده ده دين علي ياخده بقى يتداوى ياخده في سقف ياخده في بير مية ياخده في مال يصرفه وحر طيب احنا دلوقتي زي ما تكلمنا عن الجمعية ومشروعها جماعة برضو جمعية بتدم صوتها لصوتي انه لو اي حد عايز يروح يشوف المستشفى على ارض الواقع علشان يتطمن ويشوف صدقته او فلوسه رايحة فين يا ريت الجمعية بترحب بالناس يجيو يشوفه هذا الصرحة الطبي وكمان الجمعية بتشتغل على موضوع الأسقف يا مولان واحنا يعني خلاص داخلين على الشتاء واحنا عارفين كويس ان الشتاء يعني درجة الحرارة التي متقلبة سوق بالأذون عامل المشاكل فازاي فضل ان احنا نسقف بيت لناس يسطرهم من برد الشتاء او حر الصيف ياريت توررنا صوابه يكون ايه عند الله سبحانه لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن نعمه العظيمة على الانسان تكلم عن نعمة لباسا يواري سوقاتكم وريشا ولباس والطقوى ذلك خير ففكرة ان يكون عندي بيت يقويني احنا بنخلص الاكل اللي بنقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا نعم فكم لا كافية له ولا مؤ ده نص الحديث نعم يعني النبوة بتعترب بان في بشر ما عندهمش ايواء طب انا اللي قاعد في بيتي ومستمتع ببيتي مستظل من حر الشمس حر الشمس ما يقلش عن برد الشتاء طبعا ما يقلش عن المطر بس المطر صادح ينزل منها حسر ينزل منها حاجة تأذينا صحية ولو كان فيه فتيات مسلمات برضو عورتهم تبقى مكشوفة والعزم فده ستر ده ستر ده نوعا من الستر نوعا من الايواء المطلوب شرعا كل حد في المجتمع المسلم ما كامشين عن المواطن ده مسيحي ولا مسلم ولا يهودي ولا حتى ملحد كل إنسان في المجتمع المسلم من حقه مأوى يؤوي ولقمة تشبعه وماء يسقي ده طبيعة وكسوة يكتسيها نضيف النهضة الصحة نضيف التعليم يعني خمس متطلبات دي أساسي لحقوق لكل إنسان المجتمع عليه أن يوفر هذه الأشياء وإذا لم تستطع الدولة أن تكون بهذا وإحنا اتفقنا أن الدول مهما كان عظمتها ومهما كانت قدرتها الاقتصادية فهي عجزة شيء طبيعي نساعد بقى نساعد والمؤسسات المدنية تكون بهذا مين هيدي عن المؤسسات المدنية ما هي المؤسسات المدنية ما هي متشتغلش الوحدة لازم فاعل الخير هم اللي يدعموها إحنا بالكلمة وغيرنا بالفعل ربنا يقدروا إلى آخرين آمين يا رب العالمين إحنا المبادرة اللي بتطلقها جمعية البر والتقوى هي مبادرة حياة كريمة فاحنا عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا نعيش حياة كريمة خالية من المرض عندنا المستشفى ربنا اجعلت مزال حصاتكم التصدق للمستشفى عندنا الاسقف او تسقيف المنازل وده من ستر مسلما ستراه الله وعندنا حفر الابار المشاريع اللي بتعملها جمعية البر والتقوى بالمشاركة مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة ان شاء الله كل اللي هيشارك فيها يبقى له الاجوة السابقة يكون كده ليه سهم في الجنة ان شاء الله جزاكم له خيرا تمنى الدكتور الشيخ سلام عبدالجليل وكيل وزارة الاوقاف الاصبق والدعاء الاسلامي بتشرف بوجود حزنة شكرا ليكي شكرا جزيلا مولانا انا وصلت نهاية فقرتي لكن الخير بابه ما بيتقفلش انا وانتم ايدينا مع بعض عشان نكمل مشوار الخير لكن بعد الفاصل ووضوع جديد حاجة تهم حو قوي خليكم معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعت لكم بعد الفاصل ووضوع طبعا كل ست بحلم الرشاقة وحلم الجمال مهووسة وكل ست بتدخن عايزة تخس واللي خاصة وجسمها ايديال تبقى تقولك لا في حتة هنا كده مضيقيني مش عادرين نرضى ابدا واول ما تبقي واللي رفيعة جدا تقولك ايه لا انا لازم احفظ على كده علشان خايفة ادخن انا كده مانيكان الصغيرة البنت صغيرة تقولك انا باكل جانك فود مش عارف ايه بس مش عارف اعمل دايت خلي بالكم الجامعات راجعة والمدارس راجعة ولغباط الاكل موجودة وكل الناس في المصايف يعني مش عايزة اقول هابلنا كتير وبناكل براحتنا وسيبين الدنيا خالص الايس كريمات انا عايزة بس اسأل الدكتور نارده على موضوع الايس كريم دا لانت قريبا نكلت اربع كاراتين ايس كريم مش فهمة اي حاجة فلازم اسأل على الحاجات الكتيرة جدا اللي احنا مبوزين بها الدنيا في الصيف لكن معانا النهاردة منتجات هتخلص علينا دي كلها وعشان نهاردة معي دكتورتي الجميلة الانيقة الشيك العسل المدم خفيف دكتور رهيبة العودي اخصائية التغذية الاكلينيكية والتجميل والليزر ايه اللي من وراء النهاردة وانا اترحب بيها معيك يا سلام حاجة جمال يا حبيبة قلب يا ميور ازايك يا حبيبتي بتوحشيني ويحشن الجمهور بتاعك من اسبوع الاسبوع بس انا يوم الخميس والله يا دكتور بحب اقول الحلقة مع بعض تسلميني والاسئلة كمان بتجيلي على مدار الاسبوع كلهم بيقوللي عايزين دكتور رهيبة ونسأل دكتور رهيبة دكتور رهيبة يمكن انا كمان الموضوع بتاع الايس كريم ده قبل ما ندخل ونسأل اللي بيحصل هل الايس كريم بيتخن ولا لا لانه طبعا مع الحر ده كله بيأكل ايس كريم هنكتب يا ميورو لازم يكون بيتخن احنا انت عايزة تصور الموضوع سهلة قوي لا بيتخن بسي موش حاجة بشوية تلجي لا فيه سكر فيه سكر مية السكريات اللي بتتحول لخلايا دهنية ديان بيتخن في الاخر اه وطبعا معاها بسكوت او يعني زي الكونو في نظام الكونو او حاجة زي كده طبعا بيتخن والشوكليت الموجودة فيه طبعا والشوكليت الموجودة كلها سعرات حرارية دخلة جسم طيب ازاي نحل المعادلة الصعبة متع الحياة وفي نفس الوقت احافظ على وزني ومش احافظ على وزني بس احافظ على صحتي ليه لان الخسارة في الوزن مكسب للصحة صحة معادلة مهمة جدا تسعين في المية من مرضى السمنة ما بيعانوش من السمنة الصرف لازم لها توابع واول تابع لمرض السمنة يا جماعة التهاب المفاصر ركبي ركبي بحمل اوفر ويت ربنا خلق لا بنقدر ونصلي ولا بنقدر نطلع السلم وانا عندي بيتي بقى سلم الجوة البيت الجوة الداخلي او السلم الداخلي بوسي حالت لما الجرس يدرب قاعد انا ايه عام نفسي نايمة وممتي تتعلم نفسها بتصلي ابني عام نفسي عام حاتش يقدر ينزل عشان السلم لا لا انتي خلاص يبقى انتي يخلاص معنا كده لا 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 بس احافظة بخط المنتجات بتعطي مطرجيش فزين حق المعادلة الصعبة انا لازم احافظ على صحتي لازم احافظ على ضربات قلبي السمنة بتزيد خلايا دهنية بتزيد بترصب على الاوعية الدموية تقفلها لي تعملي لقدر الله جلطات ترفع لي الضغط تزود عندي ضربات القلب دايما السمنة مرتبط بيها خلل في الحالة الصحية بتاعتي تمام اقل حاجة بتعطل الانجاب يعني الصحة الانجابية للرجل والست بتعطل لا للست بقول ماشي بيبقى فيه تكيس دهون على المبايد لكن الراجل الراجل كتيرة جدا احنا وقعدنا ازاي بتأثر على الصحة الانجابية للرجل مش هتكفينا حلقة وهنجبها في حلقات كتيرة بعد كده ازاي السمنة بتأثر على الصحة الانجابية عشان كده دايما همسة في اوزن كل واحدة عايزة وراجل تخنين على جواز ومستنين خلفة لا ستوب في الفترة اللي انتو بتجهزوا فيها ممكن معانا تتصل بنساعدك ونبقى صبرت ليك دعمي ليك ازاي انك تنزل وزنك صحة وامان بطريقة طبيعية جدا وفي نفس الوقت تقدر تخش حياة جديدة مش خايف من المخاوف بتاعت باقي لا ده فيه عقم ده لا فيه تأخر في الانجاب الكلام ده هيفرق معانا فعلا كل واحدة بتكون بتعندها تأخير في الانجاب بتروح الدكتورة او دكتوري قولها خسي طبعا يعني طبيعي سبت علميا ان الخلايا الدهنية بتأثر على المضايت وبتعملتها كايوسات مضايت بتأثر لي على التوازن بين الهرمونات الانوسة عندها كل ده ديفكتس في الهرمونات دي كلها بتأثر لي على الانجاب طب انا ليه طب انا اشيل دماغي من الوش ده وابدأ حياة سليمة بطريقة سليمة احسن وانا قلت الخسارة في الوزن ماكسف لسح حاجات كتير الشخير الشخير بالليل تحسن جدا انا عرف ناس كتير رفعوا عضاية طلاق من تحت رصة الشخير روحوا خس الشخير ده من الكرش اصلا يا دكتور او خس لما لوحدة بي عنده كرش يازم بيشخر كتير او ان التخسيس معانا يا جماعة مش صعب تخسيس معانا اونلاين ومع شركة فيتار مجلوبل سهل جدا لو انت دخلت في ضايت قاسي مش قادر تلتزم بيه مشيت فيه شوية وخسيت ورجعت تاني بعد الضايت وده اللي دايما نقوله الضايت القاسي بتحصل لك انتكاسة نتيجة او انتكاسة في حاجتين انتكاسة ان شهيتك بتتفتح اكتر ونهمك على الاكل اللي قدت ممنوع فيه اكتر اوه اوه منوع مرغوب ثانيا انت عملت ايام فترة الضايت خلل في معدل الحرق ليه لان المعدة ما فيهاش اكل من خلال الضايت القاسي ما فيهاش اكل هيحصل حرق ازاي الغدة الضراقية هتشتغل على ايه مش لأ يا اكل تبدأ الحرق على العضلات يبقى انا اصرت على القتلة العضلية بتاعتي يبقى انت عملت في المعدل الحرق الطبيعي اللي ربنا خلقنا به فما ينفعش بيحصل انتكاسة لو انت شهيتك مفتوحة احنا شعب اكول وبنحب كلنا الاكل لو انت من نوع اللي بتاكل بالليل سواء انت مثلا وظفتك بتحت ما عليك انك انت بتفضل صهرانة بالليل او انا مثلا بحب بقى صهرانة على الموبايل وافضل نقنق ورايح جاي على التلاج كل دي لو انا عندي مشكلة في الغدة الضراقية او في المرارة او الرحم اللي بتأثر على معدل كل المشاكل دي قدرنا نتغلب عليها من خلال البروتوكول العلاجي اللي بتقدمه في طرم جلوبا اللي هو كورس كامل الكورس لازم عشان اخس على اساليب علمية لازم تكون الاساليب العلمية دي مدروسة ومقننة لازم اللي بيحط الاساليب دكتور تغزيه وعشان كده انا مشكل الدكتور هشام على الهوى ان هو قدر يوفر نظام علاجي فاهم الحالة الاجتماعية فاهم اللايف ستايل بتاع المريض فاهم الاسباب اللي قدت به لزيادة الوزن عشان كده قدر يتغلب عليها من غير ما يحرموا من اكل من غير ما يدخلوا في رجيم قاسي من غير ما يطلب منه انه يمارس تمارين رياضية لأ احنا كل ده موفن له لك مش غصبين عليك انك تمارس تمارين رياضية لان احنا بنخاطف فئة من الناس ما تقدرش ان هي تمارس تمارين رياضية ممكن تكون اواخدت على الانتخة وانتي عارف احنا في ناس عندها مشاكل في الركب كبار السن اقول له انت اجري وامشي ازاي مش طريق يعني حقيقة كنتي قلتلي واحنا في قطة المعكياش قبل الهواء قلتلي اني كنتي جايبة حالة لايف معنا كانت جميلة جدا والله في السعيد سعيد هيجي باذن الله سعيد هنستناك يا سعيد لانك انت فعلا حميحتاج شايفني بصي انا نفس اطلع معاك نفس اطلع معاك كولتورة طبيعة تعالى يا سعيد بس المشكلة ان الوقت كانت اخر مبارح بإذن الله الخميس جاي لكن احنا برضو معنا صورة حائلة برضو من الحالات كان معنا مصطفى مصطفى برضو بصي بقى واحد تاني كان مليان كرشو اتحول بقى انسان تاني خالص خص انسان يعني كان انسانين شلنا انسانون من عليهم انسانون انسانون من عليهم بقى انسان تاني خالص خص من 125 كيلو ل90 كيلو يعني بقى سابة 35 كيلو خلال 3 شهور اخد معانا الكورسي السوليسي طب احنا عايزين نخس مش هنسيب نفسنا فريسة للضايت والرجيم ايبقى هو الكورسي السوليسي عايزين نعرفه بقى هنقول لهم للناس بعد ما شفنا مصطفى مصطفى ممكن يعني انا قربتها بزيارة ان شاء الله لو مصي وقفته بقى وهو خاسر لا لا ثقة ثقة بالنفس رهيبة ثقة في النفس جدا انا مش عايزة منك على فكرة عزيمة واسرة العزيمة واسرة دي كنت بطلبها منك ايام ما كنت بتعمل رجيم القاسي بتاخد لازم احنا عشان لستة الممنوعات الممنوعات نخش السوبر ماركت بتبقى على فكرة ميزانية الوحدة الزبادي ضايت خالي الدسم بيضة واحدة في اليوم الجبنة اللي تاخدها تبقى ضايت العيش التوست البني انا زهقان من حياتي انا مش طوي انا لما بجيب الليستة زهقان من حياتي ده متعاتي في الأكل احنا نزلنا ببروتوكول علاجي بروتوكول بتكون من كورس على هيئة كابسولات ونقاط وأعشاب وفي نفس الوقت رعينا حاجتين رعينا ان يكون التخسيس معنا بطريقة طبيعية جدا كلها خلاصة بزور أعشاب نادرة ما بتنموش يا جماعة هنا في مصر تنمو في جنوب شرق أسر زي الجارسينيا اللوتس الكريز الكروميوم الريسبري 6000 حاجات كتير جدا بلس بعض المواد الفعالة زي بي بي سيكس ودي حصري على شركة فيتار مجلوبال ما فيش أي شركة تانية فيها بي بي سيكس غير فيتار مجلوبال يا جماعة وما بدقدرش نحصل على المنتج الأصلي يا جماعة مش موجود بره في السيداليات احنا مقتصر على الشركة من خلال أرقام التليفونية اللي بتنزل على الشاشة ونزلونا كمان يا جماعة لو سمحتوا صفحاتنا صفحات فيتار مجلوبال على الفيسبوك أيها آية أول صفحة فيتار مجلوبال ديت بالموسقة طبعا يا دكتور أيها الموسقة موسقة طبعا الموسقة الأعلا hosts الزرق عشان بس اللغباطة بتاعت الناس وانتحال الأسامة بتاعتنا فيتار مجلوبال بالإنكليش وفيتار مجلوبال سيطر وتخصيص رشاقة معنا 3 صفحات وطبعا على السرابة بتنزل الأرقام التليفونات عندك رسائل الصفحات والواتساب وعندك الأرقام التليفونات والأسهل أرقام التليفونات بنحتزل للناس في ساعة الحلقة في ضغط تليفونات كتير جدا بس معلش هتتصل مش هتعرف يرد عليك هم هيتصلوا عليك والحق العرض بتاعنا في الكورسات بتاعنا ده انتجايا اللي بعرض جابت شكل العرض النهاردة أنا مزودة الهدايا مش مزوداها في عددها بس مزوداها في تنوح يعني بخلي الناس تاخد اللي هو أزيولايك اللي انت عايزه من الهدايا واللي بيلبي رغباتك واحتياجاتك بتلاقي معنا في الهدايا هتخص وعندك نقص في المناع عندك فيتامين سي مع هدايا مع الكورس عايز تخص وعندك مشكلة في الزاكرة عندك عايز تقي نفسك المناع عندك قليلا وعايز تقي نفسك من الأمراض القلب والضغط عندك أيكونة الحماية من الأمراض الأوميجا سري اللي هو الكاد ليفر اويل أو زيت كبد الحوت وعندنا كمان المعقم اليد اللي ما زلنا لغاية دلوقتي محتاجينه ومحتاجينه كمان شهور اللي بعد كده منزلين منه الأعداد معنا حلوة جدا الخصم 70% على الكورس الأولاني اللي بتكون من كابسول ونقط وأعشاب وده كورس خاص بسد الشهية وعندك قمع الشهية الملحة عليك قمع الشهية؟ قمع الشهية؟ اللي هو أفلاخه؟ لا استنى استنى يا ميار أعفل الشهية ما يكلش ما ينزلش أكل في معدته يبقى ما فيش محرق هيتم الحرق على إيه؟ لا بيأكل هيأكل بس بكميات مقننة اللي هي تشغلي الحرق فيه مثلا أوروبي بيقول إيه الأكل الصحي تاكل يعني أنت بتاكل وجبات متتالية صغننة هو ده الأكل الصحي إحنا بنخليك تحافظ على الثلاث واجبات وسناكس بين الواجبات هتحافظ على الثلاث واجبات وهتاكل كل حاجة الكرسي 70% خاص وعليه كرسي هدية كمان كرسي حرق للدهون يبقى هنقفل شهيتي واحرق الدهون بتاعتي وفتتها طب عليها ديت إيه؟ علبة الجنبو اللي أمه جسري اللي هو القاد ليفر أويل ميت كابسولة أو علبتين الفيتامين سي معهم علبتين الهانجل شحن مجانا حتى عندك في البيت والمتابعة ملزم بيها عشان كده عملناها مجانية الله علينا الله علينا وعلى العروض الجامدة جدا والهداية الجامدة جدا من فيتار مجلوبل ملكوش حجة كل ستة عايزة تخيص ملاش حجة حتى عايزة تحافظ على صحتك ومنعتك وكل حاجة والبيتامين سي لبشرتك كل حاجة موجودة مع بيتار مجلوبل العرض ما يتفوتش تصله بسرعة جدا أول عشر متصلين يعني أنا نفسي لا بقى ورد عليكم 70% خاص مجمدين جدا شكرا جزيلا دكتورة هيبة العودي أخصائية التغذية الإكلينيكية والتجميل والليزر نورتيني أمرايا تنكي واستناكي إن شاء الله بإسم الله أنا خلصت فقرة التجميل ورشاقة لكن هنتكلم عن موضوع هام جدا عن التنمر وأثروا على المجتمع والقوانين المستحدثة في موضوع التنمر قوانين التنمر الجديدة علشان نحد منها هذه الظاهرة بعد الفاصل مع زملتي العزيزة سميحة بعد الفاصل خليكم معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ركعت لكم بعد الفاصل والفقرة اللي أنا فعلا أنا مهتمة جدا أعرف الفقرة دي هتسيب تأثير جامد جدا لأنه إحنا من خلال مطلعتنا للسوشال ميديا بنشوف مواقف حقيقية المواقف دي ممكن على فكرة تغير كتير قوي في القوانين تغير في المفاهيم ده اللي إحنا هننقشو النهاردة أنا و بعد طبعا بعد المرحب بزملتي سميحة سميحة نورني نهاردة نورني سلاميلي يا رب أنا بتشرف بيك في كل مكان وفرحانة جدا أنا معك في البنامج وألف ألف مليون سلام عليكي طبعا جماعة ما عليش النهاردة سميحة نزلالكم مخصوص لكل جمهورة علشان وهي تعبان وعمل عملية شفاك الله عفاك الحبب سلاميلي يا رب عايزين النهاردة هنتكلم في إيه سميحة هنتكلم النهاردة عن التنمر قد إيه أنا فرحانة جدا أن التنمر بقال ليه قانون يعاقب عليه إيه ده التنمر بقاله قانون يعاقب عليه مجددا بقال ليه قانون يعاقب عليه ده شيء فرحني جدا طبعا إحنا بناخد أخبارنا من السوشال ميديا وفقراتنا كلها بتناقش الناس المتضررة يعني اللي عندهم مشاكل بتتضرر منها على السوشال ميديا عندنا فقراتين مهمين جدا واحد راح يشتغل ويقدم على شغل موظف أو مسؤول قال له لا أنت شكلك وحش أنا تعطفت مع الرجل ده جدا أنا فعلا قرأت القصة دي تريد أن رايح يقدم في كلية مع أنه كان يعني كذب في بعض الأشياء لكن أنا متعطفة معاه ثانيا ولد جميل جدا أنت لو شفت يا ميار هتحبيه قوي اسمه عبد الرحمن هيكون معنا ليه مدخلة النهاردة عبد الرحمن عمل فيديو بيبكي فيه بيقول أنا كنت راكب ميكرباص فبحاسب بحاسب اللي قدامي فبقول لها لو سمحتي اتفعي للأجرة ساعة ما شفتني صوتت لقيت المكرباص كله بصلي وضحك أنا كنت دي هو كان إيه اللي فيه إيه تقريبا درعاته مقطوعة درعاته مقطوعة فقال أنا قلت حرفيا يا ريت الأرض تتشق وتبلعني تسعب عليها جدا ناس تعطفت معا جدا على السوشال ميديا الأثار النفسية للتنمر أثار لا تمحى بسهولة بس إحنا هنتكلم عنها ونتكلم عن القانون اللي أنت هسلكت صدري بي دلوقتي بس رحب الأول بضيفة اللي مش عرفنا النهارة برحب بضيفة في الستوديو أستاذة عصوا مع الجاج المحامي بالنقد أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك منوارنا النهاردة منوارنا النهاردة قول لي أنا فرحانة يعني كتير جدا أكن أنا يعني أحد المصابين وفرحانة كتير جدا بالقانون اللي نزل ده نسية قول الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن عايزة أقول لحضرتك في ناس شغلها الشاغل على السوشيال ميديا أو غير السوشيال ميديا التنمر ونسيه أنه دخل الله وصول الله فعايزة الأول كلمة من حضرتك للناس دي وعايزة بالأول كمان عايزة عقوبة القانون المصري للتنمر بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيد طبعا بوجودة معاكم والسادة المشاهدين وأحب أتكلم على للأسف الشديد أن كان التنمر موجود رغم أنه كان موجود في وسطنا وازداد شوفها حضرتك أنت بدأت بإيه بدأت بقية قرآنية من أشد الجرائم اللي موجودة من ناحية الإسلامية جريمة التنمر ورغم هذا كان لا يسن لها قانون يعني هنرجع وراء بس عشان ما نخرجش بإيه عن الموضوع الرسول عليه الصلاة والسلام ما ستنا عائشة بلغتنا إحنا دلوقتي تنمرت على ستنا صفية قال لها والله كلمتك لقد قلت قولاً لوموذج بماء البحر لأفسدته 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 وعبد الله بن مسعود لما تنمروا الناس على رفع أقدامه ودحكوا فبقولهم عما تتحقون فقالوا من دقة قدنيك سيدنا بلال لما كان أصمر البحر فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه قال لهم إنها أسقل في الميزان من جبل أحد سبحان الله ففي حاجات أنا عايزة النهاردة وده اللي أنا عايزة أقوله إن احنا النهاردة في المجتمع المدني لما بدأت الأمور تزداد عن الحد وبدأ الناس تستاء من هذا الأمر تنمر لذات بشكل رهيب بين الناس وخاصة في المدارس أو التجمعات المناطق اللي فيها تجمعات الموضوع تصعد مجلس النواب أفرد له نص مادة ما كانش موجودة طيب وده اللي كان مفروض إن كان يتم زي بالظبط بالظبط وقت التحرش لما كانت بتتم وبتزداد بدأوا طبعا كانوا بيسموها معاكسة يعني كانت تعرض لقنس بالظبط كانوا بيسموها معاكسة الأول على فكرة كلام حضرتك صح وكانت اسمها كان العقوب عليها كان غرامة فقط في الأول خالص سنة 37 طبعا مهما زادت بدأ لها تضرخ تشريعي اللغات النهاردة التحرش بيصل إلى عشر سنين اللي هو المدة الكسوى اللي هي إذا تم التحرش إذا كانت طبيعة جنسية زي ما بيقولوا وكانت مواجهة مواجهة لأصحاب الهمم أو زو القدرات الخاصة فبتصل فيها لحقوبة العشر سنين دلوقتي بقى ليه قانون هو كمان التحرش هو قليه قانون بس تم تسعيره تم تجديده أيام المشهور أخبار لنهاردة مفرحة جدا أبصر راحة يعني هو كده لازم الناس تعرف كويس إن إذا كانت الأخلاق ابتدت تنحصر في المجتمع نتيجة طبعا المعاومة الكتيرة مش عايزين نسترده دلوقتي إنما القانون رادع وموجود وحب أقول للناس عشاني برضو يبقوا عارفين المشرع أفرد إيه لعقوبة التنمو أو ده مهم أو عقوبة الحبس الست شهور وغرامة إذا حصل من اتنين فأكثر بتشدد العقوبة بتضعف العقوبة إلى سنة من اتنين فأكثر إذا كان اللي بيمارسه هذا التنمر اللي هو اللي احنا بنقول عليه شكل من أشكال الإزاء أو السخرية أو التهكم أو خلافه بتشدد العقوبة إذا كان اللي بيمارس هذا الأمر من متولين تربية المتنمر عليه اللي هو المتعرض للتنمر زي المدرس بتاعه زي حد من لسلطة أبوية عليه أو سلطة دراسية أو سلطة وظيفية من الرئيس لمرؤوسه أو خلافه اللي هو القانون نص عليهم على سبيل الحصر حددهم اللي هم المتولين تربيته اللي هم سلطة عليه إذا كان خدم بالأجرى اللي دي بتشدد العقوبة إذا اجتمع الظرفين المشددين بتوصل العقوبة فيها إلى غير ثلاث سنين سجن يعني إذا كانوا اتنين فأكثر وإذا كانوا من المتولين تربيته وخلافه عايزة أقول إن هذا الأمر أصبح مجرم قانونا وإن كنت بقول إن مفروض أنا بنادي المشرع بنتكون العقوبة فيها إلزامية لأن هي العقوبة فيها الحبس أو الغرامة العقوبة الحبس كم سنة ما أنا قلت إنها بتبدأ بسطة شهور بتضعف للسنة تصل إلى ثلاث سنوات اللي هو الحد الأقصى للجنحة اللي هي إذا كانت اجتمع الظرفين المشددين اللي هي اللي إحنا قلنا إذا كانت بتمارس من متولين التربية أو الولاية أو له سلطة وظيفية أو سلطة إشرافية أو خدم بالأجرة أو اتنين فوق أكثر بعد القانون ده من وجهة نظر حضرتك حينتهي إمتى التنمر؟ بص دور المجتمع المدني عليه دور كبير دور المدرسة دور الأبوين الحاجات دي كلها مهمة جدا وعشان كده والمشكلة مش مشكلة في العقوبة المشكلة يا جماعة بصرف نظر عن التفعيل كمان يا أستاذة يعني أنا عايزة أقول إيه؟ أنا عايزة أقول أن الوقاية خير لأن النهاردة تخيلي أن التنمر لما بيتعرض ليه وفقا لأراء الأطباء النفسيين لما بيتعرض إليه المتنمر إليه أو المتعرض للتنمر أو المتنمر عليه إيه الموالي بيحصل؟ أنه هو بيبشر هذا التنمر على حد تاني بيصاب عقدة نفسية سلة متولية ومتشبكة جدا بيمارس على واحد أضعف منه هذا التنمر النهاردة بيكتأب بينخرجش في الحياة مع المجتمع يصل بيقولك الاكتئاب فيه أطباء نفسيين إلى الانتحار صحيح زي ما أشارت يا سميرة يا سميحة زي ما أشارت حابتي أنه قلتي أنه فعلا الولد اللي بتاع الميكروبوس كان هاي أوشك على الانتحار عايز أقول لحضرتك كمان أن الضمير والأخلاقيات والناس تناسة أن ده صنع ربنا سبحانه وتعالى وأنه هما ما يقدروش يخلقوا ولو نملها تمام فدي أخلاقيات وضمير يعني وكلمة جبر الخواطر يا ميور جبر الخواطر دي ما عارفوش حاجة عنها من كان جبرا للناس في الخواطر أدركه الله وفي جوف المخاطر وبعدين أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة هو لو هو لازم أعرفها لغة بدل الكراسي يعني أنت حط نفسك مكان هذا الشخص فأنت هتتعرض يعني أنت النهاردة أنت أقوى منه فالنهاردة بتمارس سلطاتك أو قوتك البدنية أو التهكم أو السخرية عالية على أقل منك طب ما أنت ممكن تتحط في هذا المكان يعني أنا بس للناس اللي سامعيننا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان فيه راجل بيقول له إيه زن لي بالزنة الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لم ينهره قال له حط نفسك في هذا المكان ترضاه له أمك قال له لأ لأختك لأ لزوجتك لأ لإبنتك لأ لعمتك لأ لخالتك لأ كلنا هذا الرجل وأخي الإسلام يعني أنت النهاردة لو أنت النهاردة اللي بتتعرض لهذا التنمر أو عندك ابنة أو عندك أخ أو عندك بنت بتتعرض لهذا التنمر طب ما أنت لما تكسها وتنظر لها بهذا المنظار أنت عمرك ما تمارس التنمر على عدد خلينا أقول لك النضيفة نهاردة أو العبد الرحمن النهاردة اكتسب من العقب بتاعته والحكاية التنمر دي اختسب فانز كبير على السوشال الميديا كانت ليه دافع حفزته إنه هو ينجح وإنه هو كمان يستمر وكانت دافع كبير جداً الناس حبيته الناس تبعته فناس كتير بتستغل لحكاية التنمر زي ما فيه ناس بتستغله إنه هو يعني لا بتتأثر بها تأثير سلب فيه ناس بتتأثر تأثير إيجابي في عبد الرحمن حول لعاقة بتاعته أو التنمر عليه لتأثير إيجابي عليه وعبد الرحمن معنا على التليفون على سنة عبد الرحمن ألو ألو مساء الخير يا عبد الرحمن إزاي مساء النور إزاي حضرتك الحمد لله تمام عمل إيه أخبارك الحمد لله بخير الله قول لي يا عبد الرحمن عمل إيه دلوقتي وأخبار يعني التنمر عليك دفعك للإيجاب أو للسلب طبعا حضرتك يعني كانت أنا زمان مساء يعني ما بدأت يعني أنزل الشارع وتعمل الناس في الشارع وتباقل مثلا يعني تنمر من الناس مثلا النظرات مثلا السعاطة في النظرات مثلا السغراب زي كده النظرات مثلا إيه آه يعني لا السعاطات يعني يبنية حبيبي في مثلا مرات تانية كانوا مثلا ايه يعني بيبصوا كده عليه وخايفين مثلا لما بجع حسابهم مثلا على حساب مثلا حاجة في المحل بيخافوا مثلا ياخدوا مني الفلوس اللي متوكا مني بتاع فان بحطوها كنت بحطا لهم يعني امجيك طبعا كان ده كان بيأثر في حضرتك يعني. تمام. طب اغلب من المواقف يا عبد الرحمة. كنت بداي وكنت بداي يعني باطلع البيت وبقاش عادة نزل اصلا للشارع تاني ولا تعمل مع اي حد. مم. ببعايز ببعايز اقفل اصلا عليها الباب ولا تعمل مع اي حد. طب خلينا اقول لك على الهواء سبحان الله انت شكلك جميل جدا انا شفتك في الفيديو ما فيك شعيب واحد لكن انا شفت كمان ان التنمر ده عاد عليك بالاجاب. احكيلي ازا اكتسبت فانز وكل الفانز ده كله وحب الناس ده كله ليك يا عبد الرحمة. طبعا زيت افكر برضو قلت يعني يعني مثلا يعني انا افضل مثلا الناس تفضل تتعامل معا كده لان انا احاول بقى انا احاول انا اخلي الناس يعني بتفضل يعني تتحبيني. ما تكس وجيت نظرهم عنك بالزبط. تمام? ايوه اخلهم يحبون. رح تبقى تعمل بقى فيديوهات على على الناس كده. ومسلا ازاي بتعمل في حياة الطبيعية ازاي مسلا ازاي بقى بفرد البطنية مسلا ازاي يعني هم حبوا الحاجات ديات. خلينا اقول لك انا شفتك كمان في المطبخ. ايوه بالزبط كده في المطبخ كمان بعمل مثلا ازاي الشاي اه بقى 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 صب ازاي كباة في الشاي اه السكر يعني بقى 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 بحاطي البرد على النار ازاي كلمت وبقى. طب و النشاط الرياضي عبد الرحمن. النشاط الرياضي بقى جات لك فكريته ازاي. واخترت حاجة انا شايفاك اخترت حاجة بعيدة تماما عن الاعاقة اه اللي موجودة عندك مش عايزة قولنا ان هي عاقة ولكن يعني الحاجة اللي الناس تنمرت عليك عليها. فانت اخترت رياض تجاري. شمعنى رياض تجاري. انا اخترت رياض تجاري. انا بدأت النادي اخش النادي يعني سنة 2016. كان في اخر سنة 2016. بعدها دخلت ما كنتش عارف اصلا يعني هلعب لعبة ايه كده فالكابتن لما شفني بتاع هو هو حديد لله بدأت اللي انا لعبها. قال لي انت كلك يعني مستقبل فيها سويس. احنا شايفين شهادات تقدير ايه ومديليات ما شاء الله. لعبت 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 لعبتها ايه دخلت بعدها سنة الفين واخر اواخر كده 2016 دخلت البطولة او البطولة في حياتي خدت خايف طبعا اللي انا خشتها طبعا لاني طبعا انا اه تولدت يعني برضو عندي كمان شاخ في برنجومة بسيط. اه والشاخ دوت يعني كان بيأثر عليها كان بيجيلة شنجات فيه انا صغير. فطبعا وانا بجري ممكن يجيلة شنجات في التراس كده كان بيجيلي مرة واحدة يعني كده. لشنجات سرعة يعني. مم. فطبعا لو انا لو انا طبعا جريد طبعا ممكن اقعب وانا بجري في التراس طبعا يعني عملت عملياتي انا صغيرة شلولي جزء من عضم الماغي. وآآ يعني اه لو انا وقعت طبعا ممكن احصلي مضاعفات احصلي بتجاه في المكر. ممكن انت تخطيت دوت? اه. لان انا دلوقتي ما عنديش عظمي في دماغي في جهة الشمال. اه. شكرا يا عبد الرحمن. طبعا كابتن هو اللي شجعني. وديتي طبعا كاترابضة خالص اللي انا اقوش بطلاط. اصلا كاترابضة كمان اللي انا دخلش نوادي. لحسن يحصلي حاجة وانا بجري كده اه اه. الحمد اللي ربنا حماكي عبد الرحمن. وقدرت تحقق ميدليات. وتحقق اه اه شهادات. وما شاء الله حاولت التنمر الى شيء ايجابي. ادالك تحقى في نفسك. وادالك امل في المستقبل. وقدرت تحقق اه حلم انت كان ممكن يكون بعيد عنك تماما. فالتنمر ما كانش حاجة وحشة. واسق انتكروش ايان. وهو خير في ناس كتير من كتر ما هي حساسة داخليا بتعتبر اي كلام او اي مضايقات غير مقصودة تنمر فده صحيح؟ هو موجود بس الاسف الشديد هو مفروض المطلقي ما ياخدش هذا الموضوع لان انت النهاردة لو في حد بيمارس عليك هذا العمل انت بينك وبالنفسك بينك وبالنفسك لازم يكون عندك الثقة في النفس وما تسيبش المتنمر يعني يوصل لمكتهاه انت النهاردة لما النهاردة بتاخد هذا الامر بنوع من الضغينة جواك والقلم النفسي جواك انت مش تمي حاجة انت ثقتك في نفسك انك انت افضل وانك انت احسن وان هذا امر مش بيديك قبل كل شيء ولازم تعرف ان ده قدر وربنا عوضك عنه كتير قوي لان ربنا سبحانه وتعالى بيدينا كل ارابة بص يؤمن ربك بظلام من العبيد صدق الله العزيز ادالك خد زمك حاجة سك تماما السكة اذا كانت خد من ايديك او من رجليك عوضها لك في عقلك عوضها لك في سنك عوضها لك في فرحتك النفسية خدت العشرة كاملين زي ما بيقولوا ما فيش حد بياخد اكتر من حد وبالتالي المفروض ده ما يقصرش فيك بالعكس يكون عندك دفع ايجابي هذا الامر الامر التاني انتقاص هذا القدر عند اللي بيمارس عليك التنمر عنده هو مش عندك انت وهي ممكن يكون المتنمر ده مريض نفسي اصلا طبعا طبعا ده بقولك الحاجة مريض نفسي او عنده ليس لديه من الوازع الدينة او الاخراقي ما يكفي بدليل انك انت النهاردة حط نفسك وعب منك وبنفسك على الاقل انت بتمارس يعني انت النهاردة بتستغل سلطاتك او قوتك البدنية او تعقمك على من هو اضعف منك او ميزة زيادة عندك علشان تعاير بيها او تدايق بيها حد ممكن يكون اصلا المتنمر غيران من المتنمر بيه كتير ودي موجودة كتير وعشان كده بيكره الناس هو ما يتركش نفسه فريسة لهذا الامر قبل كل شيء وبعدين انت النهاردة برضو الثقة في النفس مهمة جدا الاب والام ودور المجتمع ليه مهم جدا انا بنادي برضو من هذا المنطلق لاي اسرة لو ابنك بيتعرض لتنمر او ابنك بيتعرض لتنمر لازم انك انت تتبعه في المدرسة لان اصلا لو تم التنمر مرة او اتنين وانت قدر تتوقف الامر ده عند حده او انك انت النهاردة بتتبعه غير لما يقرر عليه لان لما يقرر عليه هذا الامر هيدمره نفسيه هيدمره هيدمره هيدخليه مكتئب هيكره المدرسة هيكره الانخراط في المجتمع طيب احنا في جزئية اهمة جدا سيدة مستشارة بعد اذنك المتنمر الاجراءات القانونية اللي لابد ان تتخذ في حالة التنمر يعني انا دلوقتي لو وجيتني موقف زي ده ايه بقى الاجراءات القانونية بتسلسلة عشان اقدر اخط حق ابني او بنتي او ايا كان الشخص اللي متنمر شوف اقولك على حاجة بسم الله الرحمن الرحيم في الجزئية دي اي حد بيتعرض بصفة عامة اي حد بيتعرض لسمى تجريمة مفروض ان هو بيتقدم ببلاغ يمى للنيابة يمى الشرطة فبيروح يقدم البلاغ يقدم البلاغ وبيقول في اللي عنده المحضر اذا كان لديه شهود بياخدهم معاه ما عنده شهود المحضر ما بيكتفاش بهذا النيابة بتطلب تحريات مباحث تحريات بتقول فعلا تعرض للتنمر ولا لأ بتشدد العقوبة زي ما احنا قلنا ان العقوبة او الجريمة العقوبة بتاعت الوقع دي او الجريمة دي بتشدد اذا كان المتولت الصفة معنا دكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم لا اهلا وسهلا بحضرتك الكريم ربنا يخليك يا فندم اهلا بيك هل المتنمر مريض نفس يا فندم مش كل المتنمرين مرضى نفسيين في نسبة منهم مرضى وفي نسبة اشخاص طبيعيين جدا اه مش طبعيين في سلوكهم يعني بس ايه مش تنتفي عنهم صفة المرض يعني لكن فيه شخصيات يشتهر عنها التنمر بالذات الشخصيات فيه شخصيات اسمها شخصيات البرانايد البرانايد ده الشخص اللي هو يعني شايف نفسه فوق الناس وبيحتقر بقيت الناس وشايفهم دون المستوى وسيء الظن دايما بيهم وعنده رغبة في السخرية والسخرية اللازعة على وجه الخصوص وينتقف دايما ويحقر فيه الاخرين فبيبقى هنا للتنمر جزء من المنظومة الشخصية بتاعته اه برضو فيه شخصيات السايكوباتية او شخصيات مضادة للمجتمع دول بيبقى برضو التنمر عندهم احد سمات الشخصية لانه دايما ينتهج حقوق الاخرين ويعتدي على كرامتهم وعلى مشاعرهم ويجرحهم ويعمل حاجات دي كلها وفيه بقى شخصية اسوأ من دول ويقى الشخصية السادية الشخص السادي ده بيستمتع بعذاب الضحية وبألم الضحية ودي بنشوفها في المتنمرين في المدارس او في اماكن العمل لما يكون فيه حد عنده نقطة ضعف في طريقة كلامه او شخصيته او حاجة ييجي الشخص السادي ده ويستمتع بأهمته يستمتع بان هو يقلل من قمته قدام الناس او يسخر من عيب في شكله او في طريقة كلامه او شخصيته ويستمتع كمان بدحك الناس عليه ويكرر ده كتير وياه ولا يشعر ابدا بالألم بيبقى عند نوع من البلدة الانفعالية هو ويه الشخصية السايكوباتية او الشخص الشخصية المضادة المجتمع دول ما بيشعروش بالألم بل بالعكس بيبقوا سعدة جدا ويدحكوا ويدحكوا الناس اللي معاهم على هذا الشخص الضعيف اللي قهروا وتنمروا به طبعا دي شخصيات اللي هي فيها الجانب المرض في بقى شخصيات اخرى ما فيهاش هذه الجانب المرضية او الشخصيات المضطربة ولكن بيعملوها كنوع من التسلية او الهزار بس هزار سخيف تسلية على حساب الاخرين يا فندم والحساب نفسيتهم طبعا طبعا هم بيتبقى انانية منهم لان هو مقابل ان هو يضحك ويضحك زميله على زميلهم الغلبان المنكسر الضعيف في مشكلة او في نقطة ضعف فمقابل ان هم يضحكوا ويضحكوا بيمرسوا ده وبعدين ساعات المتنمر به يخليهم او يغريهم بالتمادي لما يتأثر او يتجري او يظهر لهم يا فندم هذا التأثر فبيعطيهم كأنه بيعطيهم نوع من التغذية ان هم يعملون ده تاني يعني بيحس ان هم سابوا اثر فيه فبيغريهم طب المتنمر به المفروض يامل ايه هنا يا فندم المتنمر به اول حاجة المفروض ان هو يعني يقف لي محاولات التنمر والوقفة مش ان هو هيتخاني معاهم ولا يشتمهم ولا يمارس التنمر هو كمان عليهم لكن بياخذ موقف حازم وكلمات قليلة فهم لما يلاقوا انه لم يقبل ده وان هو بيرفض ده ده بيقلل شوية من محاولاتهم الحاجة اللي بعد كده الرفض الحازم المبدئي ده التجاهل الشديد انه لا يتأثر ولا يبكي ولا يبان علي ان هو الجرح لانه ده بيعطيهم نوع من التشجيع ان هم عملوا فيه فلو تجاهلهم ببعضين لو امكن ان هو يتجنبهم يعني لو هم في مكان ما يبقاش معاهم اذا ده ممكن وبتبقى غزبن عن دكتور محمد بتبقى حاجات مضطر لها ممكن يكون ده طريقه الوحيد مثلا للشغل او للبيت يعني بيبقوا في فصل واحد عمتا يعني شكرا جزيلا دكتور محمد المهدي لهذه المداخلة الجميلة احنا وصلنا لنهاية الفقرة يا سميحة للأسف الفقرة عدت بسرعة جدا عدت جدا وكان في اسئلة كتير جدا لسهات المستشعر لكن الموضوع مخلص ان شاء الله هيبقى له حلقات تانية نتكلم فيها شكريت ضيفك الف الف شكر سعيدة جدا بمعرفة خبرتك انا الشاكر وسعيد جدا وأوجه كلمة نص ثانية لأي حد يتعرض للتنمر او من اهلية المتعرض للتنمر قدموا بلاغ ما تسكتوش عشان توقفوا الامور عند هذا الحد لكن تكاسلكوا وتقاعسكوا هيزود الناس المجرمين بانهم يمارسوا القهر ضد نجلكم او ابنتم بشكرك تانية فندم نورتنا أستاذ عصام حجاج المحامي بالنقد شكرا جزيلا شكرا لك يا سنيحة شافتوني ونورتوني نهاردة كنت سعيدة جدا بالحوار عن التنمر النهاردة وبنختم حلقتنا بان احنا بنقول ان كل انسان لازم فعلا زي ما قال ساتم استشعر يحط نفسه مكان المتنمر به واترككم دلوقتي في رعاية لو امنة وحتى القاكم الأسبوع القادم ان شاء الله السلام عليكم رحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة